السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه أجمل تحية مساين وقدم لكم دائما وأبدا عبر إذاعة الشبيبة ونتواصل معكم في برنامجكم برنامج عمان عبر الزمان الذي يأتيكم كل أربعة من السابعة وحتى الثامنة تحية لكل الأحبة وتحية لكل المشاهدين الكرام الذي يشاهدون عبر يوتيوب الشبيبة وحسابات الشبيبة في تويتر والتواصل الاجتماعي وكذلك تحية لكل المستمعين عبر الشبيبة أف أم على 97.5 في مسقط والباطلة وعلى 98.5 في محافظة ضفار متعودين في برنامج عمان عبر الزمان نستضيف أبرز الباحثين في تاريخ عمان للحديث عن الكثير من القضايا والأحداث التي أثرت في تاريخ هذه البلاد وهناك الكثير والكثير من الحكايات التي سنعرضها لكم في برنامج عمان عبر الزمان واليوم إن شاء الله سنتحدث عن السيادة العمانية في مدينة قوادر تلك المدينة التي الآن تتبأ جمهورية باكستان الإسلامية يمكن الكثير من المستمعين الكرام لا يعرف الكثير من الخلفيات التي تحكي عن السيادة العمانية في قوادر ولماذا ذهب العمانيون إلى مدينة قوادر ما المميز في هذه المدينة؟ ما الآثار التي ترتبت على الوجود العماني في قوادر؟ كذلك ما هو التأثير العماني؟ هل هو مستمر حتى اليوم في قوادر؟ هناك الكثير من التفاصيل التي نحن للأسف كذلك لم نستطيع أن نصل إليها نتيقة أنه لا توجد هناك كتب ومراجع كثيرة تحكي عن الوجود العماني في قوادر الكثير يحكي عن الوجود العماني أو الكثير من المراقع المصادر في شرق أفريقيا مثلا هناك الكثير ولكثير من المصادر في شرق أفريقيا ولكن في قوادر علامة استفهام كبيرة ولكن هذه علامة استفهام كبيرة ضيفتنا الكريمة الدكتورة هدى الزجالية استطاعت كذلك أن ترفض المكتبة العمانية بكتاب جدا مهم بعنوان جوادر تحت السيادة العمانية من عام 1913 هي تناولت هذه الحقبة لكن طبعا سيادة منذ فترة طويلة هي تناولت هذه الحقبة جوادر تحت السيادة العمانية من عام 1913 إلى عام 1928 كتاب جدا مهم وخلونا يعني جميعا نرحب بضيفتنا الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن الزجالية دكتورة هدى رساك الله بالخير وسايدين جدا بتواجد معنا عبر إذاعة شبيبة تحياتنا لك وكتاب مهم جدا ويمكن بسبب تخصيري لم أطلع هذا الكتاب سابقا وأنا أعتقد بأننا نحن نعاني في المكتبة العمانية من شح المصادر والمراجع التي تحكي عن كوادر لماذا ذهبت إلى جوادر؟ لماذا ركزت على الوجود العماني في جوادر دكتورة هدى؟ والله يقصد جوادر تبدأ معي على اعتبار إنها كانت بداية رسالة الماجستير بالنسبة إلي نعم فربما كان الموضوع هو أساسا يعني فرض عليه فرضا من قبل المشرف اختار ليه هذا الموضوع وأنا يعني اليوم إذا كان فعلا كلمة شكر أنا أشكرها لهذا الرجل الأستاذ دكتور خالد السعدون بجامعة الشارقة فاختار ليه هذا الموضوع وأنا في البداية كنت يعني مترددة بحكم أنه مثل ما قلت أنت ليس هناك مراجع نهائيا يعني متكاملة تتحدث عن جوادر نعم فأنا بدأت من الصفر حقيقة في البحث عن جوادر وأنا أعتبرها بحث عن هذه المدينة الحاضرة المفقودة الحاضرة المفقودة المفقودة لماذا المفقودة لآن في كتب التاريخ نعم مثل ما قلت يعني هناك ثغرة في التاريخ العماني في بعض المواضيع الهامة التي يجب أن يتطرق إليها الباحثين من هي موضوع جوادر ربما لأتبارات سياسية الكثير يتحرج أن يكتب في بعض الأمور كموضوع جوادر ربما ولكن يعني وجدت بعض بحث مطول في هذا الأمر أنه بالعكس يعني لابد أن نبحث عن هذه الحلقات المفقودة لأنه عندنا حلقات أخرى لن تكتمل نعم فكانت البداية رسالة الماجستير يعني فهذا الكتاب هو ثمرت رسالة الماجستير اللي بدأته عام 2005 بجامعة الشارقة نعم وتحتكين صعوبات كثيرة أكيد يعني هي صعوبات كثيرة جدا خاصة مسألة البحث عن هذا الموضوع على اعتبار ليس هناك مراجع حاضرة في المكتبة العمانية ولا في المكتبة العربية في البحث رح يكون مركز في الوثائق خاصة الوثائق الأجنبية وأقصد بها الوثائق البريطانية بشكل خاص أضف إلى ذلك أن هناك الكثير منها غير منشور مما يحتاج أن نحن نرجع إلى الأرشيفات ومراكز الوثائق سواء كان في بريطانيا أو في الهند أو في أماكن متفرقة حتى منطقة بلوشستان نعم فالأمر يعني كان معقد نوعا ما في البحث والمعرف عن هذا الموضوع هذه أبرز صعوبات أضف أنه ما نجده قد يكون مكتوب بلغات أخرى كالأردية مثلا القديمة اللي ما وجدت أحد يقدر أن يترجمها بالأساس حتى أصحاب نعم عرضتها على مجموعة فقالوا هذه الأردية القديمة فصعب غير الإنكليزية اللي هي كانت مكتوبة بخطة اليد فأغلب المترجمين يصب عليهم طيب الآن دكتورة تقريبا أنت مقمل العمل على جوادر يمكن استمر لي أكثر من 11 سنة عفوا طبعا الكتاب أو قضية جوادر إذا نتحدث الآن مع المستمعين والمشاهدين الكرام كيف بدأت لماذا يعني هو السؤال لكذا الأبرز متى أصلا بدأ الوجود العماني في جوادر هناك من يقول أنه من بداية أو من أيام دولة اليعاربة وهناك من يقول من أيام رسميا من أيام حكم السيد سلطان مثلا بن أحمد بن سعيد في عام 1892 1792 أو 1792 فهناك يعني اختلاف حتى في متى كان الوجود أو متى وصل الوجود العماني إلى تلك الانحى ولماذا هل تتفق بأنه كان فعلا من بداية دولة اليعاربة لو جئنا إلى الحديث عن العلاقات العمانية مع أقليم بلوشستان رح نتكلم عن أقدم من هذا التاريخ لأنه جوادر على اعتبار هي جزء مهم جدا من أقليم بلوشستان اللي هو جزء من بلوشستان اللي هي حاليا تتوزع بين دولتين إيران وجمهورية باكستان يعني هذا الجزء فلو جئنا إلى علاقة عمان خاصة بالجزء الباكستاني اللي هو نتكلم عنه اللي توجد فيه جوادر اللي أنا موجودة في أقصى جنوب غرب باكستان حاليا سنجد أن العلاقة علاقة عمان بما يسمى بإقليم السنت حاليا يعني هذا قديمة جدا تعود إلى الحضارات البشرية الأولى صحيح اللي هي علاقة حضارة مجان بحضارة ما تسمى ملوخة أو الهربان وهذه عمرها ألاف السنين وكل المعثورات الأثرية اليوم تؤكد على وجود علاقة وثيقة حضارية والنقل الاجتماعية في إجراءات ربما في تلك الفترات حصلت أيضا ما بين عمان وحضارة بلاد السنت فعلا ليه جزء منها حاليا والدليل على ذلك وجود عراق بشرية جاءتنا من هذه المناطق اليوم هي موجودة في عمان وفي الخليج يعني من أبرزها اليقبة للبلوش الموجودة عدة حاليا نعم وغيرها وغيرها يعني إذن هذا الامتداد يعني عمره ألاف السنين ألاف السنين والمكتشفات الأثرية تثبت نعم في رأس الحد في رأس الجنس وغيرها تؤكد على هذا الكلام نعم صحيح كمنطقة ممتدة هي منطقة بلوشستان حاليا خاصة هذه السن لكن لو جئنا إلى النحية السياسية وظهور عمان سياسيا في هذه المنطقة بشكل ملموس يبدأ مع دولة العاربة فعلا من خلال استعانتهم بفئات معينة هناك كالبلوش كمدد عسكري نعم خاصة في موضوع تعارف عندنا نزاعات كثيرة في تاريخ عمان حصلت داخل عمان فتطلب منهم الاستعانة بمدد آخر خارجي وخاصة من هذه المنطقة لتثبيت السلطة في عمان نعم حتى في خارج عمان كشرق أفريقيا وغيرها حتى مع البرتغاليين كانوا أيضا يقاوموا مع العمانيين البرتغاليين نعم ففي عمان في داخل عمان وخارج عمان استفادت دولة العاربة وخاصة أيام سيغ بن سلطان قيد الأرض نعم استفاد منهم داخل عمان وخارج عمان مثلا في شرق أفريقيا في شرق أفريقيا خاصة منطقة مومباسة في تحرير قلعة مومباسة وحتى تذكر كتب التاريخ كشيخ سعيد المغيري وغيره قصة القائد الجمعدار شاهد البلوش الجمعدار الجمعدار يطلق عليهم هذا اللقب الجمعدار البلوش القادة يعني ممكن شبهم بالضباط اليوم نعم 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 فاستعان بهذا القائد في فتح حصن مومباسة لا وبل جعله واليا على الحصن من اسمه دكتورة لو تعيدي بس شاهداد البلوشي شاهداد البلوشي نعم كما تقول المراجع كلم غيره وغيره وأصبح وانيا على حصن مومباسة حتى جاء الوالي العربي وتسلم منه الحصن بعدما أسقطوا الموجود البرتغالي نعم لأخر معاق البرتغاليين كانت في الشرق والغريب من ذلك أن هذه القوة بقت حتى هناك وما زال اليوم حي البلوش في مومباسة منذ ذلك الوقت إلى يومناها من أيام الياعربة نعم وهم نشيطين حتى تاريخيا ويكتبوا عن تاريخهم واقترحوا على حكومة كينيا أن يدرج ضمن الحصن اللي اهتمت به عماني اللي وقلأ أو قلأت منباسة حاليا منباسة نعم يكتب في غرفة يعني تاريخ البلوش الذين حرروا منباسة أيام الوجود العماني وأيام اليعاربة نعم إذن كان هناك تمازج ما بين الشعبين وكانت هناك أيضا معارك سقط الشهداء من الجانبين لتحرير الوطن والخليج وشرق أفريقيا وكذلك الهند من المستعمر البرتغالي ولكن سؤالي دكتورة لماذا مثلا يعني تحديدا في هذه المنطقتين مثلا نحن نجد أن العلاقات العمانية مع مكران وقوادر هي أكثر من أي مكان يعني في في إقليم بلوشستان لماذا يعني ما المميز في هذه المدينتين وخاصة قوادر نحن الآن نتكلم عن قوادر ما المميز في قوادر لماذا قوادر تحديدا نعم هذا يعود بنا إلى عهد السيد سلطان بن أحمد الآن يعني بننتقل إلى رح نركز إلى دولة البوسعيد وفي عهد سلطان بن أحمد طبعا من سبيل العلاقات أنا قلت لك من بداية الدولة العربة وامتدت حتى بداية دولة البوسعيد والإمام أحمد بن سعيد أيضا استعان بهذا الرفض البشري القادم من بلوشستان خاصة وهذا الجزء يعني وخاصة نركز على موضوع البلوش يعني فعلا كان هناك استمرار في هذا المدد نعم وربما لما يتميز به أو تتميز به هذه الفئة من ولاء وانتماء من ولاء وانتماء هم مخلصين جدا للسلاطين وللأرض وشيء يذكر ويستحق أن نذكر هذا الأمر في المحافلة التي يعني يذكر فيها نعم البداية يمكن ربما الكثير لا يعرف أنه سيد سلطان بن أحمد ضم أزاء كثيرة جدا إلى عمان يعني بالإضافة إلى جوادر نسمع عن شهبار وجاسك وبندر عباس وقشم وهرمز وغيرها من الأماكن اللي نسميها الحين نحن كمؤرخين الساحل الشرقي للخليج العربي واللي يتابع لباكستان وإيران نعم الحين اللي هي الجزئين من بلوشس الدولتين فعلا وهناك وجود عماني حتى في تلك الأماكن وهي على فكرة مغيبة حتى اليوم ولم تلن نصيبها من الدراسة مثل يعني أنا أعطيك في قراءة يعني بسيطة قراءاتي حول موانئ الساحل الشرقي في أماكن مثل شناص نسمع نخل في إيران حاليا في نخل نعم نخل وشناص مناطق ويوجد بها ما يسمون نفسهم العرب نعم 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 يطلقون أن يكون نحن عرب وهل هذا امتداد عماني إلى تلك الأنهاء نحن نعلم تماما أيام من أيام مالك بن فهم وابنه وسلمة نعم 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 هذا الامتداد يعني نشوف التأثير حتى في المسميات حتى لو جيت إلى القبائل الموجودة هناك وإلى حياة الناس عاداتهم تقاليدهم عندما نبحث عن الجانب السياسي ربما اليوم يعني أنا لا نريد أن نركز سياسيا كثير بقدر ما نركز حضاريا صح اجتماعيا ثقافيا هذه التأثيرات المغيبة للأسف حتى في الجانب الأفريقي الكل يعني نركز على الجانب السياسي ما أدري ليش ونغيب جوانب حضارية هي يعني سبيل التقارب بين الأمم والحضارات والشعوب وهي سبيل السلام على فكرة صحيح هي سبيل المحبة بين البشر فعندما يعني وهي أصلا القيم والمبادئ التي أرسها سلاطين عمان منذ البداية فعلا فعلا عندما نبحث عن نقطة الجوادر هي كانت جزء من المناطق التي ضمها السيد سلطان بن أحمد والبداية كانت في عام 1792 هذه البداية اللي هي يعني تبع وجود عمان هناك سياسيا طيب دكتورة ثواني نعم سلطان بن أحمد في عهد والده المؤسس اللي هو أحمد بن سعيد نعم كان يعني في بعض الأحيان وهو كان يعني يريد أن كذلك يستأثر بالسلطة صحيح فحدثت الكثير من الإشكالية بينه وبين والده المؤسس أحمد بن سعيد وفي مرة من المرات هرب إلى مكران أو إلى قوادر جوادر بالتحديد لماذا هرب تحديدا إلى قوادر هذا يدلك بأنه حتى في أيام والده سيد أحمد بن سعيد أو الإمام أحمد بن سعيد نعم كانت قوادر تحت السيادة العمانية ولكن لم تذكر في التاريخ كثيرا ولكن أنا حينما أرى بأنه ابن الإمام أو حاكم البلاد يهرب يعني خوفا من عقاب والده إلى قوادر ويختار جوادر بالتحديد لأنه هناك يمكن والي عماني هناك امتداد عماني كبير يعني حينما توقف عند هذه الحادثة سنعلم تماما بأنه قوادر إداريا كانت بشكل كبير إداريا هي تابعة لعمان لأنه هرب إليها بشكل سلس نعم إذا أردنا نستقر التاريخ بشكل صحيح هو هرب بالتحديد وصل إلى إقليم يسمى كلات ما زال هذا الإقليم موجود اللي هو مجاور لجوادر هو وصل في البداية إلى كلات كانت جوادر سياسيا لم تكن تابعة بشكل معلن إلى عمان يعني لم تكن في ذلك الوقت لكن لماذا اختارت تلك الموكة نظرك؟ نعم وربما مثل ما قلت لك العلاقات الحضارية الاجتماعية هذه بين المنطقتين أنا أتوقع يعني على اعتبار أن هذه المنطقة يعني كما تقول كتب التاريخ أنها كانت الملاذ لأغلب عندهم مشاكل في السلطة مع السلطة نعم من كان يريد أنه يصل إلى سدة الحكم يمكن عشان بعدها أيضا أنه يلتج إلى تلك المناطق بعدها وقربها يعني أيضا نعم يعني أقصد البحر عموان حاليا فقط يعني مجرد البحر فيمكن من باب اللجوء السياسي هو راح كأنه لاجئ السياسي على فكرة هناك نعم واتجه إلى اللي هو كان في ذلك الوقت اللي هو نصير خان أو ناصر خان حسب اختلاف الروايات حاكم كلات حاكم كلات نعم ولجأ إلى حاكم كلات قبل أن يصل إلى سدة الحكم في عمان نعم طبعا فيها فتختلف عادة الروايات في موضوع لماذا جوادر لماذا نصير خان أعطاه جوادر أهداه جوادر جعله يستقر في جوادر اختلفة الروايات أنت ماذا من خلال هذه الدراسة يا دكتور ماذا تقولي لماذا أعطاه جوادر حسب روايات أهل جوادر يقولون أنها كانت هدية 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 لذلك الأمير العربي أو السلطان العربي القادم من ذلك المكان ليستقر فيها هي ما كانت مقاطعة بهذا الحجم على فكرة كانت في القرن التاسع حشر حتى كانت قرية صغيرة لصيادي الأسماك يعني العمانيين هم اللي حبلوها المقاطعة بعد ذلك امتدت بهذا الشكل نعم فمثل ما تقول يعني أعطاه مكان ليستقر فيه لحد ما يطمئن إلى الأوضاع تكون مطمئن في عمان ويصل إلى ما يرمو إليه يعني ويرنو إليه في عمان طيب هناك من يقول أنها هدية هناك من يقول أنها كانت على سبيل الإعارة هناك اختلافات كثيرة جدا في الراحة أهم شيء أن نصير خان أعطى لسيد أعطاه هذه المنطقة ليستقر فيها بعدما كان إلى أن تهدأ الأمور في عمان وربما أكبر ما يعني الأمور الأدلة تؤكد هذا أنه بعد أن عاد إلى عمان ووصل إلى سدة الحكم أرسل قائد من قواده يختلف فيه هناك من يقول أنه يوسف بن علي هناك من يقول أنه وسيف بن علي المهم بدون تحديد قبائل ليثبت الحكم العماني على جوادر وكأنه فعلا أنها موضوع أنها هدية أو المكان أعطي إليه نعم وفعلا أرسل هذا القائد وصل إلى جوادر وبنى فيها قلعة اللي تسمى اليوم قلعة الوالي هذا حينما حكم السلطان البلاد نعم 1792 كان حصول هذا القائد إلى جوادر وبداية فعلا التمركز العماني السياسي المعلن على جوادر نعم نعم إذن بدأ سيد سلطان بحكم البلاد وبعد وفاة طبعا شقيقه السيد سعيد أو الإمام سعيد ووفاة حمد كذلك نعم وأصبحت الآن جوادر بشكلها السياسي والإداري تتبع لي عمان نعم بس هناك فيه اتفاقية أيضا اتفاقية بين نصير خان وبين السيد سلطان من أحمد كما تقول تلص على تقول بأن وجوده في جوادر مرتبط بتأمين الحماية لإقليم بلوشستان هذا البحر المقابل لعمان يعني وكأنه كانت المنطقة أيضا هي عموما على مدى التاريخ كانت سياسيا غير آمنة يعني مشاكل بين القبائل وبين الخارجية والداخلية في بلوشستان في بلوشستان فكأنه كانت فيه اتفاقية أنا أعطيك جوادر أنت تبقى فيها تحكمها مقابل أن بقوتك اللي وصلت إلى شهبار وجاسك وغيرها تثبت لي حكمي أنا في الموانئ هذه نعم وكحماية لنصير خان ولحكام كلات الموجودين في هذه فكأنها كأسبيل اتفاقية جاءت يعني أيضا وأعتقد أيضا حينما نتحدث مثلا من الجانب الديني هم يمكن يروا كذلك بأنه عربي ومن بلاد مثلا النبي سيدنا محمد كانوا يمكن كذلك يأخذون هذه الأشياء بعين الاعتبار أعتقد يعني كانوا لأنهم عاطفين جدا هم مدينين عاطفين جدا يمكن كانوا يرون كل عربي يأتي من الخليج أو من شبل القزية العربية هو من بلاد الرسول عليه الصلاة والسلام فأعتقد أيضا نعم أعتقد أن هذه الجوانب أيضا يستند إلي حكام تلك المدن يعني حكام إقليم بلوشستان بينهم يتناسبون مع عربي بالإضافة إلى التزاوج الكبير الذي حدث ما بين على فكرة أستاذ يمكن من فترة أثيرت موضوع أثار بي بي مريم ففي مؤرخين من البلوشستان يقول أن هذه الأثار لها شبيه في بلوشستان بي بي مريم تنتسب إلى الجشكيين والجشكيين من الناس اللي حكموا جوادر وكانوا موجودين في بلوشستان للعلم نعم لأنه يعني يمكن ربما مثل ما قتلك فيه صلاة حتى أواصر بالنسبة لبي بي مريم وقلهات قلهات معروفة كانت قلهات مدينة عالمية بها من جميع الجنسيات نعم كانت مدينة محايدة في عالم التجارة البحرية وكانت من أشهر مدن العالم في هذه الأنحاء في خطوط التجارة البحرية المهمة وكانت هي طبعا يعني ملاذ لملوك بلاد فارس صحيح حينما تحدث الإشكاليات فطبيعي هذه العلاقة أتكلم حتى عن الجشكيين في المغرب اللي كان لهم جزء من عائدات جوادر هادي انتسب إليهم بي بي مريم نعم وعاشوا في هم الأصل من جوادر موجودينهم في بلوشستان نعم طيب الآن كيف استفاد سيد سلطان من جوادر جوادر مثل ما قلتك بحكم موقعها الاستراتيجي على بحر عمان في جنوب غرب باكستان تعتبر من الموانئ المهمة استراتيجيا إلى يومنا هذا يعني أغلب الاقتصاديين حتى والسياسيين يعتبروا الموقع استراتيجي أساسا أضف إلى ذلك مثل ما قلت لك إنها يعني تشرف كنقطة على الأزاء اللي انضمت إلى حكم عمان أو صارت بعد ذلك في حد سعيد من سلطان جزء من الامبراطورية خاصة موانئ السحل الشرقي فكان لابد تكون في قاعدة تؤمن الحكم العماني وتثبته في هذه الأزاء بالإضافة إنها ملاد آمن لو حصلت مشاكل هناك ممكن يلودوا إلى جوادر ولديهم المخلصين ولديهم المخلصين نعم أكيد سواء كانوا في عمان أو كانوا في قلب بلوشستان نفسه في مدينة إذن لم تحدث أي إشكالي في هذه سيد سلطان وبالنسبة لي جوادر يعني ظلت الأمور هادئة وظل إقليم بلوشستان أغلبه يعني يتبع للسيادة العمانية لأننا نحن نتكلم كذلك عن كزر إيرانية كانت تحت سيادة العمانية مثل بند العباس وقاسك وقشم وهذه ظلت حتى عهد والده سيد بن سلطان عهد الإمبراطورية العمانية يعني استلاحا كما تسمي ابنه نعم سيد بن سلطان سنتحدث عن سيد بن سلطان بعد هذا الفاصل يا دكتورة سنتحدث عن سيد بن سلطان وكيف كانت جوادر ومكانت جوادر في آهد الإمبراطورية العمانية التي أسسها ابن سلطان اللي هو سيد بن سلطان فاصل بسيط وسنعودين لكم إن شاء الله تحيير كل الأحبة لكل المستمعين والمشاهدين عبر يوتيوب الشبيبة والمستمعين عبر فم الشبيبة 97.5 في الباطن ومسقط و8.5 هناك في محافظة الضفار للمتابعين الذين يتابعونه كذلك من جوادر نقدم لهم أجمل تحية هناك تأثيرات كبيرة للوجود العماني في هذا الإقليم أو لهذه المدينة التي الآن تعتبر من ضمن الحدود الباكستانية إذن كنا نتحدث مع الدكتورة هدى الزجالية صاحبة كتاب جوادر تحت السيادة العمانية وتحدثنا عن سلطان بن أحمد الذي اتخذها رسمياً ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر